وبهذا التعديل يكون رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أجرى التعديل الرابع على فريقه الوزري منذ تشكيل حكومته في حزيران عام 2018 أبرز ملامح التعديل الجديد في هذا التقرير إجراء تعديل على حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز تعديل رابع وموسع الدفعات الأخيرة من الملتحقين بفريق الدكتور عمر الرزاز ضمت أحد عشر وزيرا بعضهم يجرب المقعد الوزارية للمرة الأولى التجرب كلمة جرت على ألسن بعض المراقبين ممن انتقدوا كثرة التعديلات على حكومة لم تكمل عاما ونصف العام منذ تشكيلها الأول وسط تساؤلات عن معايير اختيار الأسماء المغادرة والقادمة في التشكيل الجديد عودة للفصل بين وزارتي الثقافة والشباب ووزارتي الزراعة والبيئة وكذلك بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بعد أن حمل الحقيبتين معا أخيرا الدكتور وليد المعاني المستقيل قبيل التعديل الجديد بقية القادمين الجدد يحملون حقائب الأوقاف والنقل والإعلام إضافة إلى حقيبتين اقتصاديتين مع مغادرة الرئيس الفريق الاقتصادي التشكيل الجديد التعديل لم يطل حقيبتين الخارجية والداخلية الموصوفتين بالوزارتين السياديتين كما لم يشمل وزراء وصفهم مراقبون بعناصر تأزيم في حكومة الرزاز بانتظار مرحلة جديدة من عمر حكومة النهضة تحمل ملفات سياسية واقتصادية شائكة وتوقعات بمواجهة ساخنة تحت قبة البرلمان